لماذا نلاحظ أن الناس عموماً يؤجبون بالعنف وبمن يمارس العنف لماذا نشاهد أن الناس يميلون إلى التدين ويميلون بالتالي إلى أن يمارسون هذا التدين بطريقة فيها درجة عالية من الانفعال الانفعال الانضباطي أو الانفعال المنفلت الذي يحول المجامع المتدينين إلى كتل قابلة لأن تشتاح أي منطقة بمجرد إشارة أو بإشارة فقط من رجل دين أو رجل سلطة أو أي رجل يتزعم حركة سياسية ما بين الناس هنا سؤال الأساسي اللي يجب أن نسأله ما الحاجة لكل هذا جوابي طرحت بشكل دقيق أنه الإنسان بحاجة للعنف وأن العنف جزء أساسي من عنده قد يعتبر البعض لهذا مجرد كلامه ليس بالشيء الجديد هذا الشيء معروف لا الجديد في هذا الأمر بأن هذا العنف كان سابقاً يجري الحديث عنه وكأنه مسألة بحثية أو وصف بحثي لكن الحقيقة أكبر من هذا بكثير وهي أن هذا الكلام عن عدوانية الإنسان وعن حاجة للأدوانية المادسة للأدوانية هي حاجة أساسية وعلينا أن نفهم من خلالها شخصية أي إنسان ربما الإنسان تجده طيب ومتسامح لكنه حتى التسامح بحد ذاته هو عمل عنيف ليس كما يبدو من الخارج أنه تسامح أنني أقبل بالآخر لا بالعكس تسامح فيه صلافة وفيه امتهان للآخر وفيه استخفاف بالآخر وفقط أنا أمنعك فرصة أن تمارس حياتك بشكل طبيعي أو تطرح آرائك بشكل طبيعي وأنا سأتسامح معك يعني فيه سلطة علوية فيه نوع من التفضل على الآخرين وأيضا في الوقت نفسه يبقى محملا بالتهديد ومبطن بالتهديد وبأي لحظة فكرة التسامح ممكن أن يتم تعليق مسألة التسامح وغالبا ما يحدث تحديث الأمور هكذا فعندما نجد المتسامحين دائما هما يكون متسامحين عندما ظروفهم لا تسمح بأن يكونوا عنيفين لكن بالحقيقة هو مجرد أن يجد أي فرصة يسحق التسامح وكل ما يدعو له العنف موجود في كل التفاصيل كما قلت ونشاهد الأطفال خاصة الأطفال الذكور أو الذكور فقط تجد أطفال الذكور يميلون للعاب القتال والعاب العنف والمسدسات والرشاشات والمدافع والطائرات وقصص يعني والعاب العنف هذه موجودة بشكل طبيعي والناس حتى علماء النفس يقولون ما هذا هل هذا يعقل؟ بعض يقولون لا لا توجد أضرار كبيرة لكن بالحقيقة هو هذا الجواب الجواب أن إنسان بحاجة لهذه الألعاب لا يستطيعون الشركات الشركات لا تستطيع أن ترفض طبيعة البشرية طبيعة البشرية تتطلب وجود ألعاب عنف تتطلب أن تتدرب على العنف الألعاب العنف ما هي بالحقيقة بالحقيقة عمليات تدريب عمليات تعلم تعلم على العنف والتغذية للعنف الموجود داخل الإنسان الطفل منذ بالفطرة هو يميل على العنف بالفطرة الطفل الرجل خاصة البنات يميلاً إلى العاب العناية بالجسد لكن وأيضاً إلها علاقة بنظرية التطور وأعتقد علماء التطور والمختصين بهذا المجال هم أجدر مني بالحديث عن هذا عن سبب الخلاف بين الاثنين أعنات بالطفولة والصبيان أيضاً نشاهد الأفلام الإثارة أفلام الرعب أفلام المخيفة فيه ناس أنا أستغرب يعني نشاهدون أفلام المصاصي الدماء وأفلام الخيال العلمي اللي فيها عنف وحروب وبالآلاف قتل وأنا حتى أولادي أحياناً كنت أشوفهم ألعاب يعني ألعاب تافهة جداً الشخص يمشي بالشارع يركض ويقتل أي واحد يشوفه بالطريق شكل مجاني وعادي وهو مستمتعين الأولاد بالموضوع أنا أقول معقولة هل يؤقل هذا؟ هل يؤقل؟ هذا كله دليل على أنه هناك رغبة موجودة داخل الإنسان وليس يعني قد يقال أنا نسيت أذكر شيء بأنه قد يقال بأنه هذا الأمر مسموه به حكومياً أو السلطات تسمح به أو علماء نفس محاوه به لا الحقيقة ليست هكذا الحقيقة أنه نالك الطلب على هذه الألعاب الطلب للعنف الإنسان هو بطبيعة تعنيف يحتاج عنف ما يشي تسوي له عندما نقول بأن هذه الدولة هي التي تدعم هذه الأمور بالحقيقة ليس أمامهم خيار آخر يجب أن توفر يجب أن لا تقطع الطريق على الأقل يا أدتو تردون تفضلوا وإلا لو لم يكن هناك تكون هناك رغبة عن الأطفال مثلاً خاصة باللعاب الأدوانية واللعاب الإثارة واللعاب العنيفة فمن أين هذه الدولة هي حرضة الطفل عمره أربعة سنين خمسة على مسدسات ورشاشات لا يمكن أن تكون يعني هو هو تلقائياً يتجه إلى هذه الأشياء يعني هناك دافع قوي بيولوجي وجيني موجود داخل الصبي للعنف ويبدو هو الإنسان استمر بسبب هذه النزعة الغريزية الموجودة داخلنا فبالتالي السبب هو نزعة العنف موجودة داخل الإنسان وليس الحكومات الحكومات بالضرورة إذا كانت هناك حكومة السلطات نزيهة وحريصة على البشر يجب أن تبتص هذه شحنة هذا العنف وتحوله بطرق أخرى أو تجد طريقة ما أما تتنكر له فهذا أمر مستبعد الذي يحدث أنهم يدعون الأمور كما هي ماذا يفعلون؟ لكنهم لم يفهموا هذا الأمر إلا بطريقة فيها نوع من الفدلكة والعلماء كثير من العلماء المختصين يبحثون ولا يصلون إلى لا يقدمون نموذج تفسيري لكل ما يحصل يقدمون إحصاءات كذا ويقدمون اقتراحات لكن بالنهاية هم مجرد عمل تقني عمل بحثي علمي صرف فلا يؤدي إلى نتائج ممكن تطبيقها على الواقع بالمقابل يعني عندما نجد العنف نجد أنه رجال الدين هم أكثر الناس أو الدعاة إلى الدين الدعاة إلى العنف نجد هؤلاء هم أكثر الناس شطارة في هذا المجال لماذا؟ لأنه يغذي الجانب الفعالي داخل الإنسان ويغذي العنف الموجود داخل الرجال عموما فتجد رجل الدين دائما الصوت الصاخب حتى عندما يكون بعضهم صوتهم هادئ لكن نشوف كلماتها كلها كلمات عنيفة كلمات تثير الانقسام بين الناس والحقيقة هي هنا لماذا رجل الدين يثيري الانقسام؟ لأنه بحاجة إلى ممارسة العنف فأنت لا يمكن أن تمارس العنف بوجود أناس متفاهمون فيما بينهم ولا توجد إشكالات الآن في مجتمعاتنا الكل يستطيع الأغلبية المطلقة تستطيع أن تأكل وتشرف وتوفر حاجات الأساسية خاصة بالدول الغربية المتقدمة خاصة بالدول أور هولندر إسكندنافي خاصة المجتمعات حتى ألمانيا لا توجد لا يوجد فقير حتى إذا يوجد شو أحد عنده مورد بسيط عنده الحاجات الأساسية ولا يحتاج أن يمارس العنف حتى يحصل على حاجاته فلا يوجد مبرر العنف فلماذا هذا العنف موجود إذن؟ موجود يغذون عن طريقها لعاب الأقفال وتصرف وعن طريق المنافسات الراضية لكن في مجتمعات لا توجد فيها دولة ونظام قوي وقانون صارم ما الذي يحصل؟ يحصل أنه رجال الدين يثورون الفرقة بين الناس بحجة أن هناك اسمه دين الصحية وأنني أنا رجل الدين أنا الذي أتيت بهذا الدين الصحية وعلى جميع أن يتبعني النتيجة ماذا تكون؟ يحدث الانقسام فعدما يحدث الانقسام تحدث تظهر الفرص الهائلة لاستغلال الناس وابتزازهم بطرق مختلفة فأنت عندما يثير الانقسام أنت لابد أن كشخص محايد وسط المعمع أو مجاميع الناس وسط المعمع ما لا تفعل أما أن تنظم إلى هذا الطرف أو ذاك وأن لم ينظم فينظم غرف ما أرام أن فيه وحين ينظم سيتم ابتزازه وعلى أن يقدم الولاء والطاعة لهؤلاء فهي هكذا الأمور الانقسام داخل المجتمعات الدينية أو المجتمعات العقائدية هو مسألة أساسية يعني ضمن ضمن أسس الوجود وجود الجماعات وأسس وجود المجتمع القطيعي لا بد أن يكون فيه انقسام يعني شرط أساسي لوجود الوجود القطيع أن يكون هناك انقسام داخلي فيه حتى يتم تفريق شعنة العنف وإلا أين يتذهب إذا مثلا القطيع ما قاعد ومرتاع ما فيه أي شكالات فيحدث أنه البعض يلتهم بعضه وهناك تجربة شهيرة تجربة في إيران أتذكر لو ممكن واحد يسعفني تجربة في إيران عالم بالخمسينا والستينات جاب أربع أزواج في إيران وضح في مملكة خاصة بالفيران فيها كل شيء كل شيء كل ما تحلم وستمر التناسل للتناسل لأن صار عدد الفيران بحدود يعني بحدود ألفين أو أربع تلاف ففجأة بعد ذلك بدأ يتناقص العدد بدأت الأمهات يلدنا ويأكلنا أطفالهم ولا أن وصل إلى حد أنه القرضة المملكة بيأكملها رغم أنه كل شيء بتوفر لا يوجد أي شيء لا توجد أي حاجة للعنف لكن العنف والمعارك بين الأطراف المختلفة كانت تستمر لأدفه الأسباب ولأسباب لا يعني ممكن ما أذكر والله الاسم بس ممكن تعرفون لكن الفكرة العموما هي هكذا الفيران هي من الحيوانات الثدية وهي من ضمين من منتخب الفيران يعني رجال الدين ورجال السياسة والأحزاب مشحون بالعنف والدعوة إلى الانقسام ضمنيا طبعا ويدعو للتوحد معنى أنه التوحدون خلفه هي هاي الفكرة الأساسية بعدما أنت تريد أن تحدث شيئا ما داخل المجتمع عليك أن تدعو أي دعوة تقول أنا أدعو إلى إله جديد يقول أنا أدعو إلى أن نغير نظام الزواج مثلا أي شيء أي شيء يثير جدل وتنجح في عملية جدل هذا وتكسب بعض الأتباع خلاص أنت تمكنت من أحداث شرق داخل المجتمع أو جماعة التي هي يفترض أن تكون مستقرة وفي حالة من السلام الداخلي المعقول فورا بعد ذلك أنت عندما تمتلك القوة شيئا فشيئا وهذا بالفعل عندما نشوف سيرة الانبياء سيرة المصلحين سيرة الثوار تبدأ بدايات بسيطة والناس تبدأ شوية شوية ينشطرون وهذا المبتكر للفكرة الجديدة تعتمد على مهارته إذا استطاع تطوير هذه الفكرة وكسب أتباع جديد تبقى على كارزم الخاصة به لغته قدرته الخطابية مثل هتلر مثلا يخدع الناس بطريقة يعني عندها قدرة وموهبة ديماغوجية مثل ترامب مثلا هذول الشخصيات هو غبي في الحقيقة لكنه قد مهارة محددة في كسب الناس وجعلهم يتبعونه ويعني يثير انفعالاتهم وهواهم وهذا شيء معروف عندما تحدث هذه اللحظة يصير القسام تجد أنه هناك من انشطر المجتمع وبعد ذلك هو يظل يدعو إلى الوحدة لكن باسم هذه الوحدة وعادة التوحيد هو يكسب الأتباع وأيضا يبتز من لا يتبعه وبالتالي سيحصد الأموال والمناصب وكل ما يحتاجه ومن لا يدفع طبعا سيدفع الثمن لهذا السبب كلامهم هو أحدث الانقسام أحدث الانشطار هناك كلامهم تشوف كلام يدعو للتسامح ويدعو للتراح ويقول أن هناك آخرون كفار وتسميات كثيرة كفار غير مؤمنين ممادق غير وطني عملاء أي شيء هذا كله يؤدي الانقسام وبالتالي هو يحصل على فرصة وفي ناس يعني هذه العملية يطبقوها بالسليقة يعني بدون ما يشعر هو شو يعمل أو بدون أن يعرف أبعاد أو الإسلوب الذي يتبعه في العمل أنا أعرف ناس من أن كنا في السوق هو يكذب بشكل سليقي يكذب ويتعامل مع الآخرين بطريقة طبيعية ولا يشعر أن هنا وجود أي مشكلة وعندما تنبهه أن قلت هذا الشيء فلماذا غيرت موقفك فهو غير موقف حسب الظروف لكنه مندرج ضمن السياق ولا يشعر بما يفعل وبالتالي هو ينفذ ما عليه والعنف الموجود داخل الإنسان والحاجات والشهوات اللي بداخله تقوده بحيث هي المعيار دائما العقل يشتغل بطريقة توفيقية معه بحيث يجعله دائما يشعر بأنه فعل الشيء الصحيح الذي لا يأتي الباطل من قدام ولا من خلاف الفكرة التي أقولها أن الدين هو مظاهر من مظاهر العنف يعني نافذة من نوافذ العنف أو أطار أو بوابة يخرج من خلال هذا العنف أو هذا البركان للعنف الموجود داخل الإنسان والشهوة للعنف يخرج عن طريق ما يسمى دين أو ما يسمى عقيدة أو ما يسمى حزب أو أصعاب أو أي حركة سياسية أو حركة اجتماعية ما حتى لو حركة فنية فيها بداخل تيار من العنف بالداخل يتصرف طريقة فنية يتصرف طريقة بدائية طرق العنف كثيرة لكن الطريق الأكثر شهرة هو الطريق الديني أو الطريق السياسي لماذا؟ لأن الإنسان العنف في الدين يكون أكثر أسهل بكثير من الطرق الأخرى يعني أنت ليس من السهل أنت عبر عن حاجاتك عبر العنف عن طريق الفن وعن طريق الرسم عن طريق الإبداع عن طريق الغناء عن طريق الشعر فالناس العادين ما يتوا في هذه قابلة فماذا يلجئ يلجئ للدين لأنه سهل جدا مجرد موجود هناك شخص تسير خلفه وهذا الشخص هو يستثمر العنف بداخلك هو أيضا ينفذ يعني يلبي رغمات العنف بداخله فالطرفان مستفيدان وبالتالي هو يشعر بأنه الآن هو جزء من قطيع عنيف متماسك وعلى أهبط استعداد للقيام بأي فعل عدواني جاه الآخرين وبما يغذي ويعني يشبع حاجته الغريزية للعنف فحتى لمن يدعي أو لمن يقول أنه عطينا أمثلة يا رجل شاهدوا أي حديث يعني أنا ممكن أخذ لكم أي نموذج لأي حديث عن أي موضوع تجد في رجال الدين هم أفضل نموذج لهذا للعنف شوف كيف يتحدث يتحدث تتورط وتشتعل الحروب بعد ذلك يقولون لا هذا إحنا العنف التراجع حتى عندما يتراجعون عن شيء أدى إلى حوادث جسيمة وبدون نتيجة منطقية يعني عنف تجد بلد مثلا يدخل حروب أربع سنين مثل العراق مع إيران ثمان سنوات حروب حرب ومليون واحد ماتوا بعد ذلك تراجعوا لكن ما لم تعرف لماذا بدأت الحرب ولماذا انتهت والكل يشترك فيها القادع صدام والخميني وهي كان ممكن في أول لحظة ينتهي الموضوع لكن هي الحاجة للعنف تستمر ولا تفهم لماذا يستمر هذا العنف وأيضا بعد ذلك حدث عنف آخر مع الكويت وحدث عنف آخر بالحرب الأراقية الإيران مع أمريكا وراء صار عنف طائف العنف ظل مفتوح لأنه ماكو سيستم يسيطر عليه ماكو نظام يسيطر عليه يوجه هذا العنف يصرفه بالطرق التي استطاعت الدول المتقدمة تصريفه قد يقول البعض يقول يا رجل ما هذا الكلام يعني هل يؤقل أنه الدين هو بوابا بوابات العنف وماذا عن الإله ماذا عن من خلق هذا الكون ماذا عن هذه الأشياء العظيمة المصمم الذكي مثلا أين تضع الأنبياء الرسالات السماوات الجنة النار الجحيم ما بعد الموت الحساب العقاب هذه كلها وانتضحات يعني ماذا تقول هل تختصر هذا اختزال بسيط وابتسار لا نظيرة له ولا أقول لا ما فيها مشكلة ما علاقة إله الكون بالدين ما علاقة لا توجد علاقة هذه علاقة عندما بدأ وجد بعض المفكرين والألماء قالوا بأنه هناك شيء اسمه دين اسمه إله وهناك شيء محرك الكون بأكمله وصانع الكون وات رجال قالوا أي نحن أيضا يعني احنا أيضا هذا الاله هو هو الخلق كل شيء فأح وبدليل كذا وكذا والذي لا يصدق هو كافر فماذا تفعل معه واتقل أين الدريق لك ما هذا إحنا جتنا جانا وحي وعرفنا الموضوع فهو يدعي العلم إحنا قلنا الطب عندك مرض أنا عالجك فهو ينتح لأي شيء أو يتلبس أي قضية يعتقد بأنها جيدة ويدعيها لكنه بالحقيقة هو الموضوع واضح هو الموضوع السيطرة والحكم وتنفيذ وتمرير العنف لكسب المواقف وتنعم بنشوة السلطة ومغانمها طبعا وما هي مغانمها جنس نساء أكل شرب كلها أشياء عنيفة يعني لن تجد أنه هؤلاء سيجلس مثلا يطلع على الفلسفة ويفكر ومهموم بالشأن الكون ويريد أن يبحث عن إجابة عن السؤال ما لهم علاقة مع الموضوع هو العلاقة بالأنف وأشكال الأنف المختلفة هي جنس نساء أموال استحوال على أقارات عمليات عنيفة بأكملها إلقاء خطب حماسية مسائل فعالية بالكامل إلى ألاقة يعني وطيدة يعني كلها تمر عن طريق تيارات العنف ومكامل الكامنة داخل الروح الإنساني أو العمق الإنساني تقول البعض يقول مثلا أن هذا الإله هو خلق الكون وهناك براهين على وجوده وأقول لا بأس حتى افترضنا هذا الشيء فبعض رجال الدين في وقت الفراغ حاولون أن يتقنون اللعبة أنه هناك هذا الدين ليس بالأمر السهل إنه مسألة معقدة جدا ولا يستطيع الناس العاديين أن يفهمون فيها مسألة ربانية خالدة لا يعلم أمرها إلا الله والراسخون في العلم وتبدي قصص ضخمة جدا يتم تعليفها الناس تصدق هذا الشيء لماذا؟ لأنه أيضا تريد أن تصدق لأنه ليس أمامها خيار آخر سواء تصدق ما يقال وهي بالحقيقة لا تصدق ولا علاقة لها بالإله أنه الشعوب بيكمل أحيانا يجب أمر من حاكم يتغير الإله ويتغير الدين بأكمله والشعب بأكمله يعني إلا بعض أفراد مجامع صغيرة تعترض ويتم تصفيتها والملايين تدخل في دين دين الله الجديد أفواجا كما حدث مع دولة صفوية غيروا الدين جابوا رجال دين شيعا وعلموهم عن الشيعا ومن اعترض قتلوه وأيضا الأثمانيين قتلوا في حدوث من مئة ألف شيعي في ذلك الزمان أو علاوي ما ذكر عن الشاء وقتلوا أرمن لأنه دين مختلف وحولوا كل ما هو من تبقى إلى المذهب الأثماني اللي هو الحنفي قبلها أيضا الإسلام دخل المصر مع الوقت تحول الإسلام دخل أندونيسيا الشعب كل بجرد الحاكم اتفق مع تاجر وقال تعال التدين الجديد وهكذا الامبراطوريا الرومانية فتتغير الأديان بطريقة بقرار من حاكم وهذا يعني أنه الناس ما رأيتها مشكلة يعني يقول لك هو الدين الجديد خلاص يعني نتقبل وأصلا ما فهم شين الموضوع وحتى تلعان الإنسان المسلم مثلا يسأل ما هو محمد ما هو اسم أبو ما يعرف ما يعرف ما علاقة وما هو الدين لك هو قرآن ما يعرف ما هو القرآن ما هو تعريف الدين الفراغ هيعرفها ليش لأنه يوميا يشوف الناس يروح يصلي والصوم هو يروح يصلي والصوم ويعرف بس أكثر من هذا ما يعرف وأكو برامج مصرية وبرامج تلفزونية يلتقون بالناس بالشارع تشاهد بأنهم لا تجددهم أي فكرة عن أي موضوع فهو بالتالي هو الناس زي الناس فبالتالي الدين ما لا علاقة بالآلهة ولا بالفلسفة ولا بالفكر ولا باللهوت ولا بالناسوت لا علاقة الناس موجودين قلق أنا ولدت فيه هذا المجتمع وهذا هو الدين اللي أمشي علي وأنا بحاجة إلى أن أعبر عن نفسي بطريقة قطعية وأنا ضمن الجماعة وأنا ملتزم وأنا يعني خاف لأنه يتم رفضه أو طرده من الجماعة إذا أثار أي مشكلة أو إنسان بصير أو حتى هذا إنسان متمكن ويقول لك أنا يعني يعني هذا غير الكون أنا موجود إنسان عندي عائلة وأطفال وعندي عمل حتى لو أنا وزير مثلا حتى لو أنا رئيس الدولة أو القائد الأعلى للدولة فأنا الدولة هاي كلها ناس مؤمنين بقضية معينة فأنا لابد أنه وظيفتي أنه أحافظ على هذه التقاليد والعادات الموجودة لدى الناس فبالتالي أبقي هذا الموضوع وأيضا أثير المشاكل ومع الآخرين لأنه لابد أن تثير المشاكل لا تستطيع أن تبقى محايدا اللي يفترض بنا إن إنسان نوصل لها درجة من الوعي والدراية والحكمة والموعظة يعني التعضن من الحروب الكثيرة لكن ما زال هناك من يخرج ويثير الإشكالات والحروب لماذا؟ لأن الإنسان بحاجة للعنف والتفسير يعني كل التطور كل هذا الوعي وكل الفيالق من الباحثين والعلماء والمختصين والخبراء لكن مع هذا تجد الحروب مستمرة ولم نصل إلى درجة أنه نصل إلى اتفاقات فيما بين الأمم وبين الشعوب على مبادئ أساسية تمنع الاختتال والحرب المستمرة بين الجميع هو اقتراح الإيمانيوال كانت يعني نهاية قرن الثامن عشر بأن تصير مؤسسة عالمية وصارت الأمم المتحدة لكن تضح أنه المسألة معاقدة أكثر من هذا بسبب أنه هذا العنف لحد الآن الكامل داخل النفس البشرية ما زال لم يجد الطريقة التي تلبي رغباته وشهواته فما زال هذا العنف أكبر حجم أكبر من حجم ما أنجزه الإنسان حتى الآن عندما يصير أو يتحول ما أنجزه الإنسان أو المعرفة أو الخبرات أو القدرات الخاصة بالبشرية جمعا عندما تصل إلى درجة أعلى أو مستوى كذا افترضنا أن هناك بحر هذا البحر موجود في درجة من العنف إذا مستوى الوعي يصار أعلى من هذا فبالتالي نستطيع أن نقول أننا استطعنا السيطرة على العنف الكامل داخل النفس البشرية أشبه بشخص هو ممكن يثير عصابه أي قضية لكن هذا مع التدريب والمران والحكم والخبرة يبدأ يسيطر على نفسه لكن لا نستطيع أن نقول كل إنسان يستطيع السيطرة على نفسه مئة بالمئة في لحظة ينفجر ويسوي مليون مشكلة فهي القضية هكذا لا يمكن أن نصل لكن أنا عندي أمل بأن إنسان مع الزمن يعني عندما نراقم البشرية الآن بيأكملها الإنسان الآن يعني أكثر إنسان عنفا غير مريض يعني إنسان الطبيعي أكثر إنسان طبيعي عنفا الآن هو أقل عنفا بكثير من إنسان قبل مئة سنة أو ألف سنة الكل الآن درجة من الوعي ودرجة من التحكم بالذات الأغلبية أنا أقصد أكثر بكثير من أزمان التي مضت لأسباب كثيرة تطور تقني توفر الحاجات توفر طرق تنفيذ يعني الرغبات الشخصية ربما كل إنسان تعجب كرة قدم ملايين تعجب كرة قدم فيفرق جانب عنفا تشجيع الفرق هذا وأنا أشجع بالرشلولة وهذاك شجع ريال مدريل ويصير اقتدام بيناتهم يعني يتم تسريب هذه الطاقة العنيفة هذا كل حال أنا وصلت إلى فكرة وشكرا جزيلا وأتمنى أسمع أراكم مع السلام بالمناسبة هذه الفكرة غير موجودة وغير مطروقة أن الدين هو العنف بحذ ذاته والدين واحد من وجوه العنف الأساسية هذه غير مطروقة وأنا أجعل البحث فيها بجقة أكبر مع السلام شكرا